اطفال في سن معين مرحلة الانتقال من الطفولة للشباب اللي هو 16 سنة ده زي محفوظ بيحاول دايما انه يثبت نفسه يعني مستعجل مرحلة الشباب بسرعة عايز يقول انا موجود مش عايز والحيح احنا اصابتنا كلنا الحالة دي عايز يقول ان انا استطيع ان انا اشتغل واصرف على نفسي ما خدش من ابويا ومن امي طب ما تيجو نتعامل مع هذا النموذج بالاحتواء بالحوار بفتح الابواب وليس بالاستجواب والكلبشات والتشهير بهذا الشكل يعني وانا اللي بشوفه في محفوظ شوية هو عنده حدة الاعتزاز بالنفس وطبعا اللي حصله خلال الساعات القليلة الماضية ده اللي خلينا ارجع لك محفوظ واضح انت في الساعات اللي فاتت بعد انتشار الفيديو اه اتضايقتي نفسيا شوية ايو انا والراجل معاها ايضا ضايقتي يعني ليه تحط الكلبشات في دينا وتقولي وش عارف انا ليه ده ماشي انا عملت خضأ ماشي بس مش عملت خضأ كبير قوي يعني احد عندي بقى من هنا و واصلة هاي ومن الاخطاء لما تحدث من الاطفال والسن ده ما عندناش الا منهج الاحتواء وفتح الابواب يعني فكرة الدبح والمنهج العقابي اه محدش بيقوله انه انت عملت حاجة صح يعني هي غلط لكن ما تيجوا نشوف حتان التهريب اه وما اكثرهم الذين يستخدمون الاطفال ما تيجوا نشوف اللي خلف محفوظ محدش بييجي جنبهم وما اكثرهم ما حدش بحث كده اه طيب اكيد محفوظ اه اه ما بيهرقش من اجل نفسه يعني شوية الملابس اللي بيلبسهم دول على فكرة الطلبة اه يعني احنا فاكرين حتى والناس كلها كانت طلبك انه بيروحوا دايما في بورس عيد فيروح بملابس قديمة كده عشان يرميها هناك او يرجع بيها وهو لابس الملابس الجديدة يعني علشان ما تتجمركش وبيشيل التكت وفيه ناس اه يعني ده حاجات بسيطة يعني بالنسبة لها انما في بقى حيتان التهريب اللي لازين يستخدمونا الاطفال الاطفال لازم اتعامل معهم منهم ضحايا والشباب كمان اللي في مقتبل العمر اللي مش لاقي شغل وعاوز يبحث عن ذاتي وعن نفسي هنفتح ملف التهريب يبقى يفتح بالكامل القانون اه يطبق لكن المعيار الاجتماعي وإلا زي ما انت شفته يعني لماذا تحمس الرئيس السيسي للغارمات بهذا الشكل الكبير واعطى التعليمات لوزير لازم يخرجوا خلال الساعات القادمة يعني لان اه هن لسنا مجرمات يعني كمان حالة محفوظ وغيره يعني محفوظة فيه زيك كتير واضح في الملف فيه كتير واحنا بنسأل لقينا قطاع كبير من الاطفال بشتغلوا كتير وكلهم عندهم ظروف اجتماعية مختلفة خليني قبل ما اكمل معاك هارون انا بدأت مع محفوظ لانه كمان هو الطفل اصغر سنا وهو اللي لفت الانتباه بشكل كبير بس انت دايقك طبعا كمان انه انت تشوف نفسك في مشهد فيديو بهذا الشكل منتشر وبيتم سلخك واستجوابك والكلبشات في ايديك لتهريب ملابس يعني وانتو حتى تكلمتو عن حتان التهريب الكبار اديقتي من ده اديقتي اللي انا ما تصورتش ان هي تعمل ده كله انا انا ما عملناش حدل ده كله ده هي دوب حتتين واللي معها ثلاث حتت واللي ده ستين يعني 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 شغل خفافي مش حدات ان هي تتهمنا ان احنا عاملين حدا كبيرة او الواحد يعني زهل ما بجيش عارف يقوليها معرفش نتكلم اصلا يعني دوبان ارددت ماشي معه الخطافي ده عشان نديله التعبير الصحيح هو حتى الخطأ يظل خطأ لكن نتعامل معاه ازاي تعالوا نشوف ازاي نتعامل معاه ازاي انت شاب انت مش لقي شغل يا هارون بقى لك لا ما انا هي بتسألني طب مفيش غير الشغلانة دي وقلت لها مفيش بديل اتقول لي ازاي مفيش بديل انت منين انت من سهاج برسي انا من سهاج برضو اه قلت لها مفيش بديل ازاي مفيش بديل يعني انا اعمل ايه ام ادرب ردلي في الارض اتقال لها بقضيخ اعمل ايه انا وانت وضعك الاسرتك محتاجة ده يا هارون اه انا محتاج يعني حتى لو مثلا اسرتي ما محتاجاش انا محتاج يعني انا مش عايز اعمل شقة مش عايزك كده انا ردل عند 24 سنة واحنا هما اللي بنتلحهم هي ده بمية جنيه يوم ما نطلط بنعمل المية جنيه يبا حدا بس محدش سأل هنا طيب يعني انت بتوصل حاجة لحاجة لكن ما هو فيه حتان تهريب واسماء يعني هما بيش بيشغلوك وبيشغلو الاطفال يعني لا ما هي ما بتل يعني لزال الحتان ولا الناس ده هي ما تقدرش هي حتى تعمل حوار معاهم لكن لزال حالتنا احنا يعني بالنسبة لهم مش حاد محفوظ وانا طبعا هاي يعني هاشرك الناس معانا ازاي نتعامل مع حالة محفوظ سلامة انها لفتت الانتباهة تعالوا كلها يا جميع نمسكها ملف ملف ويعني وحنا وحنا بنشتغل في قضية محفوظ لقينا ان فيه اطفال التهريب الجمركي كتير طب ما تيجوا ننتشلهم ونحتويهم لانك ما بتستجوبش الكبار الذين يستخدمونه وما بيتمش استجوابهم بهذا الشكل العلني يعني ولا حتى القبض عليهم انما الاطفال اللي في الوش بالشكل ده قدامنا بيتم القبض عليهم دون اعمال للعامل النفسي والاجتماع حتلقت صلاتكوا كده تعليقا اا 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 ا اكمل اا 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 محفوظ اا اا انت طبعا بت يعني ااا اااها عندك طموح تثبت نفسك اااا ااا بعد اللي حصل ده يعني يعني انا اعتقد يعني جاءتك فرصة عمل لكن القضية مش انتانت حتى بتقول شوفوا الناس التانية كمان زملاء. ايو. انت في الدايرة دي بتشوف زملاء لك واطفال كتير في سنك فيها. بيلفوا فيها. كلها عندها طموح. كلها عايزة تشتغل. كلها ما عايزاش تتغرر. بس جلت عليهم متسولين مش عارف انا متضايب برضو من كلمة متسهولين دي. انو حد يقول عليك ان انت متسول يعني. لا مش علي انا. اي قلت عليهم هم. بس ودهت متسولين. ولا انا متسول ولا هما متسولين هما ردالة والله. عشان متغربين. طيب.